السلام عليكم المتعلقة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تكاد تكون عند البعض مننا يعني مش مكتملة عشان كده انا هتكلم في حوالي 5 نقاط اساسية انا شايف انه من الضروري ان احنا نعرف النقطة الاولانية ايه هو اضطراب الانتباه او تعريف اضطراب الانتباه مع فرط الحركة وتشتت الانتباه وما اثر التعريف ده محددات التعريف على التشخيص الحاجة التانية هتكلم عن محددات اضطراب الانتباه ازاي نعرف ان الطفل ده او الولد ده عنده اضطراب انتباه مع فرط حركة وتشتت الانتباه الحاجة التالتة انواع اضطراب الانتباه ايه هي لان اضطراب الانتباه هي زملة اعراض بس فيه تلات انماط يعني فيه النمط المشترك وفيه النمط زي ما هنتكلم دلوقتي وبعدين هنتكلم عن التداخل بين اضطراب الانتباه وصعوبات التعلم لان دي برضو لقيتها يعني مش واضحة في ازهان البعض منهم الحاجة اللي بعد كده هنتكلم عن الخصائص الاساسية المميزة لزاو الطراب الانتباه مع فرط الحركة وتشتت ايه مع فرط زاو الطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الخصائص المعرفية لهم خصائص معرفية ولهم خصائص انفعالية ولهم خصائص سلوكية ولهم خصائص اجتماعية اولا فيما يتعلق بتعريف اضطراب الانتباه او اضطراب فرط الحركة يعني والحقيقة افتة حكاية افتة المسمى الانجليزي طبعا ايه دي اتش دي اضطراب الانتباه مع فرط الحركة وتشتت الانتباه التسمية اللي تبناها المؤتمر افتة اضطراب فرط فرط الحركة وتشتت الانتباه كأن فرط الحركة يعني اضطراب سابق على الانتباه مع ان الجمعية الامريكية لعلم النفس والصحة النفسية الامريكا 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 ايه كان لغاية سنة 1994 كان ADD نمط والHD نمط فلما الجمعية الأمريكية للصحة النفسية جمعت بينهم ابتداء من البرجين الأخيرة اللي هو سنة 1994 اللي هو الطبعة الرابعة للدليل التشخيصي الإحصائي لإضطراب الانتباه مع فرط الحركة والنشاط وسمته بقى ADHD ADD وبعدين HD يعني الجمعية الأمريكية مقدمة إضطراب الانتباه على فرط الحركة المهم ما هو تعريفنا لإصعوبة اللي اضطراب الانتباه اضطراب الانتباه دعونا نقول كده نعرف قصور مزمن قصور مزمن كلمة مزمن دي مهمة مهمة في التعريف يعني يعني ليس من السهل إنه يعني إنه هو يختفي قصور مزمن في الانتباه في الانتباه وله تداعيات على إيه على سلوك الطفل في النواحي الأكاديمي والمعرفي والاجتماعي والانفعالية والسلوكي النواحي طبعا تأثير سالم تأثير إيه سالم فمعنى قصور مزمن أن هذا القصور مزمن يحتاج إلى علاج مستمر لكن مش كل واحد مثلا مش كل طفل مثلا انتباهه ضعف شوية أو انتباهه كان مشغول بأي حاجة من المعروف إن الأطفال في مرحلة معينة يعني بيبقوا عندهم حب الاستطلاع عالي جدا ومن الممكن أن يفقد انتباهه وانت جنبه يعني هو مشغول بحاجة هو مشغول بحاجة في التلفزيون هو مشغول بحاجة في ذهنه وانت نديله انت يخيل لك إنه هو سمعك لكن هو مش منتابه لك ما هوش ايه منتابه لك مش لأنه بتجهلك وإنما لأنه مشغول هو أصلا بحاجة فبنقول ان الطراب الانتباه قصور مزمن عصبي المنشأ عصبي المنشأ يعني زو أساس عصبي زو أساس عصبي والدراسات والبحث بتقول ان العوامل الوراثية بتؤثر أو هي مسؤولة عن الطراب الانتباه مع فرط الحركة والنشاط بنسب تصل إلى 75% عوامل وراسية وطبعا بيكتر في الأسر اللي طبعا يعني اللي كون الأم بتدخن إن زواج الأقارب بيكتر فيها إن الحالات اللي هي الحالات اللي زي دي بيكتر فبنقول إنه قصور مزمن عصبي المنشأ لو جينا ندور على إسهام العوامل الوراثية فيه وإسهام العوامل البيئية نلاقي إسهام العوامل الوراثية يصل إلى 75% من التباين والعوامل البيئية مش إن هي بتأثر بتزود بإن هي بتنشئه لا وإنما بتفاقمه أو تحدي منه يعني يتخليه يبقى واضح جدا ومشكلة كبيرة جدا من ردود أفعالنا تجاه للطراب أو إن هي تحدي منه يبقى الطراب موجود لكن آثاره عند حدها الأدنى فبنقول الطراب مزمن عصبي المنشأ يؤثر على النواحي الأكاديمية والاجتماعية والسلوكية والانفعالية طبعا تأثير إيه سالم ده فيما يتعلق بالإيه بالتعريف فيما يتعلق بمحددات الطراب الانتباه الطراب الانتباه ده عشان نقول ونحكم إن الطفل عنده الطراب انتباه مع فرط الحركة والنشاط ينبغي أن تتوفر أربع شروط أنا قلت منهم ثلاث شروط أمس إنما أربع شروط الشرط الأولاني إنه يظهر في الطفولة المبكرة وقبل سن السابعة إن أعراضه تظهر قبل سن إيه السابعة وليس معنى هذا إن فيه ناس اللي هم عندهم 15 سنة و16 سنة إنه مهماش تزود الطراب الانتباه لا هو كان عندهم بس أنتم ماكتشفش إنما لو ظهر بعد سن السابعة أو السامنة يبقى حاجة تانية غير الطراب الانتباه مع فرط الحركة والنشاط يبقى الآن الشرط الأولاني إيه إنه يظهر قبل سن السابعة الشرط التاني أن تستمر أعراضه لمدة ستة أشهر أعراضه تستمر لمدة ستة شهور يعني تلاحظ الطفل تلاقي الأعراض دي باستمرار موجودة الأعراض لا تقل عن ستة شهور في الاستمرار عفونا دكتور التشتت هذا أو الفرط الحركة والتشتت نعم هذا فقط للتشتت الانتباه أيو هذا التراب الانتباه مع فرط الحركة وتشتت الانتباه يعني أنا واخد على أنه اضطراب انتباه مع فرط الحركة والنشاط هنا افتى اضطراب فرط الحركة مع تشتت الانتباه ده واحد يظهر قبل سن السابعة اتنين يستمر تستمر الأعراض لمدة ستة أشهر تلاتة أن تظهر هذه الأعراض في بيئات مختلفة أو مكانين على الأقل يعني في المدرسة تظهر تلاقيها وتلاقيها في البيت بالنسبة لو الشخص كان أكبر من كنت لديه مكانين مختلفين الحاجة الثالثة أن تصحب هذه الأعراض انحراف واضح في الأداء الأكاديمي أو الأداء الاجتماعي التفاعل الاجتماعي أو ردود الأفعال للنحية الانفعالية أو السلوكيات أو النحية السلوكية تظهر انحرافات واضحة عن العادي عن السلوكيات العادي عن النمط تحس بأن الولد بيعمل تصرفات يعني فيها تباعد أو مختلفة اختلاف واضح عن مع توفر هذه الأعراض يبقى أربع حاجات لازم يبقوا موجودين عشان نقول أن الطفل ده عنده اضطراب انتباه مع فرط الحركة وتشتت الانتباه خلاص كده نعم الرابع يا دكتور عفواني أنا أقول له الواحد واحد لو سمح الدكتور أنه يظهر قبل سن السابعة لو سمح الدكتور فاتحي بس فقط أغيي الأخوان أرجو أن تكون مداخلة بعد الصلاة سيكون هناك حوالي ساعتين ونصف للمداخلة فأرجو تأجيل المداخلة وأعطى فرص للدكتور لإكمال المحاضرة ونمرت أنتم تقولون أربعة واحد أنه يظهر قبل سن السابعة خلاص اثنين تستمر الأعراض لمدة ستة أشهر ثلاثة أنه يظهر في مكانين مختلفين يعني يبقى موجود في البيت السلوكيات دي تبقى موجود تظهر في البيت وتظهر في المدرسة هذا الشرط الثالث الشرط الرابع أن يصحب هذه السلوكيات وهذه الأعراض انحراف واضح في الأداءات المعرفية أو الأكاديمية أو السلوكي أو الانفعالية أو الاجتماعية خلاص أربعة دلوقتي أربع شروط أساسية ينبغي أن تكون متوفرة لكي نحكم بأن الولد ده عنده اضطراب انتباه مع فرط الحركة والنشار الحاجة الثانية أنه ليس بالضرورة أن الطراب لانتباه فيه ناس عندهم انتباه بس لكنهم لا يوجد فرط الحركة وفي ناس عندهم انتباه مع فرط حركة وفي ناس عندهم انتباه مع اندفاعية خلاص كيف نميز بين الاثنين بين الحاجات دي يعني بين الأنماط دي فيه استبيان اسمه استبيان كونرز لإضطراب الانتباه مع فرط الحركة والنشار وفيه كونرز كونرز وفيه أنا عمل أنا مقياس ليه اسمه مقياس التقديري التشخيصي للأباء والمعلمين لصعوبات الانتباه أنا بسمي اضطراب الانتباه صعوبات انتباه من وجهة نظري لان انا بنظر له من منظور طربوي بينما الاطباء بينظر له من منظور سايكاتري من منظور الصحة النفسية على انه اضطراب نفسي على انه اضطراب نفسي ففيه دوق استبيان كونرز او مقياس التقدير التشخيصي مكون من 20 فقرة مقياس كونرز مكون من 14 فقرة بيقول ايه بيقول اذا اللي عنده صعوبات الانتباه او عنده اضطراب في الانتباه يكون عنده ستة ستة خصائص من الخصائص الوردة في الاستبيان ده واقل من ستة على الاندفاعي يبقى ده اسمه نمط سيطرة ضعف الانتباه او قصور الانتباه معايا يا اخوانا بنقول ايه عشان نقول ان ان الطفل ده عنده انتباه قصور في الانتباه ولا عنده قصور في الاندفاعية ولا عنده قصور فرط الحركة بنقول يبقى عنده بنسبة الانتباه يبقى عنده ستة واقل من ستة في فرط الحركة الاستبيان ده مكون من 14 فقرة منهم اللي بيقيس الانتباه ومنهم اللي بيقيس فرط الحركة ومنهم اللي بيقيس الاندفاعية معايا ال14 فاللي عنده اللي نقول عليه ان سيطرت عنده قصور في الانتباه يبقى عنده ستة من قصور الانتباه واقل من كده في الاندفاعية اللي عنده اندفاعية مسيطرة يبقى عنده ستة في الاندفاعية وأقل من كده في الانتباه وفرط الحركة اللي عنده فرط الحركة مسيطرة يبقى عنده ستة من فرط الحركة وأقل من كده في الانتباه وأقل من كده في الاندفاعي يعني لو إحنا السبيان يعني موجود أنا في كتاب لي جايبه موجود في كتاب لي أو ممكن الحصول عليه من ADHD Group موجود فإنت لو إنت خدت الأب أو الأم أو المعلم واستجاب على الخصائص دي بمنطقة الموضوعية يقدر يعرف بس أقول إيه في مكانين مختلفين يعني الأب يعمل الاستبيان والمعلم يعمل الاستبيان نشوف مدى التطابق بين الاستجابات في الحالتين إذا اتفقوا لاتنين على إن الستة دي أدي بتحصل وأقل من ستة برضو بتحصل في الاندفاعية أو فرط الحركة يبقى التلميس ده أو الطفل ده عنده النمط الأول اللي هو مثلا سيطرة الانتباه اللي هو سيطرة قصور الانتباه خلاص إزاي نعرف في المقياس بتاعي أنا عمله من عشرين فقرة برضو بيئيس الانتباه والاندفاعية وفرط الحركة أنا عمله بقى إنه يبقى عنده قصور خفيف أو قصور شديد أو قصور متوسطة لو جاب درجة المقياس له معايير لو جاب درجة معينة يبقى عنده قصور خفيف درجة أكبر يبقى عنده قصور متوسط درجة أكبر يبقى عنده قصور شديد وفي نفس الوقت برضو يميز بين فرط الحركة والقصور الانتباه والاندفاعية خلاص هذه الأمور واضحة بالنسبة لنا أوكي الحاجة التانية يمكن إحنا كنا برضو نقشنا الحتة دية الصبح وممكن كانت الدكتورة أمال أو أمل كنت موجودة في أسبوع الصبح ويمكن ردت برضو على إلى أي مدى هناك تداخل بين اضطراب الانتباه مع فرط الحركة مع صعوبات التعالي لو جينا ندور على أولا فيه هم مشتركين من ثلاث نواحي مشتركين في الأسباب الاتيولوجي مشتركين في الأسباب ومشتركين في العمليات الانفورميشن بروسيسنج صوفتوير هنا وهنا ومشتركين في النواتج اللي هي البرودكتيفتي اللي هو إزاي يتعلمهم الليرنينج ريت معدل التعلم والبرودكتيفتي اللي هي الانتاجية المعرفية بتاعته فهم مشتركين في التلاتة دول وبما إنهم مشتركين في الأسباب والعمليات والنواتج فهم مشتركين في بينهم خصائص مشتركة في الأعراض في الأعراض لكن احنا بنقول إنه اضطراب الانتباه قصور قصور مزمن عصبي المنشأ وله أساس نمائي يعني يظهر عند الطفل ما زي ما قلنا قبل سن السابعة صعوبات التعلم النمائية صعوبات التعلم تنقسم إلى نمطين كبار صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم الأكاديمية صعوبات التعلم النمائية ممثلة في الانتباه والإدراك والذكرة وصعوبات التعلم الأكاديمية ممثلة في القراءة والكتابة والرياضيات احنا مهتمين بصعوبات التعلم الأكاديمية أكتر يعني كل العالم العربي مهتم بصعوبات التعلم الأكاديمية أكتر بينما يعني الدراسات والبحوث والنظريات وكل ما كتب بيقول إن صعوبات التعلم النمائية هي منشأ صعوبات التعلم الأكاديمية والسبب الرئيسي له يعني إذا عالجنا صعوبات التعلم النمائية في فترة في مرحلة ما قبل المدرسة من الممكن أن ما يبقاش فيه أو تبقى صعوبات التعلم الأكاديمية عند حدها الأدنى لكن احنا مهتمين ليه بالقراءة والكتابة والرياضيات ليه لأن دية الخصائص السلوكية الناشئة عنها ظهرة واضحة الأب بينزعج لما يلاقي ابنه وبيعرفش يقرأ وسنه مثلا بقى كذا والأم بتنزعج برضو لما الولد ما حلش المسائل الرياضيات ولما ما يعرفش يكتب فهذه حاجات ظهرة بينما الأم ما بتنزعجش ولا الأب ينزعج مثلا لم يكون الولد عنده صعوبة في الإدراك البصري أو صعوبة في الإدراك السامعي أو صعوبة في الإدراك الحرك أو عنده صعوبة في الزاكرة قصرة المدى أو عنده صعوبة في الزاكرة العاملة أو عنده صعوبة في الزاكرة بعيدة المدى أو طويلة المدى ليه؟ لأن دي حاجات مش ملموسة فعشان كده في تداخل أنا عرضت بالنسبة مع الأطباء الورقة بتاعتي باللغة الإنجليزية واتكلمت عن حجم التداخل بين صعوبات التعلم والإضطراب ADHD بيتراوح في القراءة بين 20 إلى 50% وبيتراوح في الرياضيات ما بين 25 إلى 65% والتعبير الكتاب يصل إلى 60% وإذا الصعوبات التعلم ككل والإضطراب الانتباه مع فرط الحركة ككل 70% أي أن هناك اشتراكيات في حاجات مشتركة بين 2 في 70% من التداخل بين 2 يصل إلى 70% بعض الدراسات قال لتربعين مثلا أنا جاي بجي 7-10 8 دراسات يعني أيضا معظمها حديث بعد 2000 بتقول أن التداخل يصل إلى 70% من إيه؟ بين ADHD وبين learning disabilities خاصة developmental learning disabilities صعوبات التعلم من هي النمائي اللي آثرها بتظهر على صعوبات التعلم الأكاديمية في المدرسة نحن طبعا ما نعرفش أن الولد عنده صعوبات التعلم ولا لأ لأن المحكات محكات الحكم على صعوبات التعلم من المحكات الكمية بتقول إيه؟ أن لازم يكون الولد ذكاءه مرتفع متوسط أو فوق المتوسط وتحصيله أقل من المتوسط عشان يبقى فيه تباعد عشان يبقى فيه تباعد بين إيه؟ بين الزكاء من ناحية وبين التحصيل من ناحية أخر طب التحصيل ما بيظهرش إلا ما الولد يوصل سنة ربعة ليه؟ مالوش تحصيل في أولى لسه لسه ما بقاش له ما نقدرش نقول أن التحصيل بقى ستيبل مستقر في تانية يبقى أحسن شوية في تالتة يبقى أحسن شوية لكن إحنا عشان نشقصون لازم ناخد التحصيل بتاع سنة ربعة وفي هذه الحالة ما يبقى فيه تباعد بين الذكاء والتحصيل إذن صعوبات التعلم الأكاديمية لا يمكن الكشف عنها وتحددها قبل التلميذ ما يوصل الصف الرابع لابتداء عشان يبقى فيه تباعد إنما لو استخدمنا أبروتش جديد اسمه الاستجابة للتدخل من الممكن إحنا نعرف للطفل اللي هو الـ RTI اللي هو response to intervention من الممكن إحنا نعرف إن الطفل يبقى عنده صعوبات تعلم ولا لا إمتى قبل المدرسة فمن هنا ظهر التداخل أي أن هناك تداخل بين صعوبات التعلم النمائية والADHD إحنا بنقول طب كيف نميز بين الاثنين إحنا قلنا في أربع محكات أساسية الADHD إنه يظهر قبل سن السابعة كويس إنه يستمر لمدة ستة أشهر إن الحاجة التالتة إنه يظهر في مكانين مختلفين إنه يصحبوا انخفاض في الأداء الأكاديمي والاجتماعي والانفعالي والسلوك إذن مش كل برضو عايزين يميز بين إيه بين الطفل المفرط النشاط المفرط النشاط الغرضي والطفل المفرط النشاط اللاغرضي يعني لو لقيت ابنك أو طفلك عمال سهران وبشتغل ووراها حاجة برسم حاجة ماوراها مشروع ونشطه مش عارز ينام مش عارف ينام هذا نشاط غرضي والنشاط برضو لو لقيته بلعب في الشارع بلعب كورة يعني نشط رياضيا إلى غير ذلك مدام النشاط غرضي له غرض والطفل عارف إن هذا النشاط له غرض يبقى ده ما هوش ما عندهش فرط حركة إنما إنتا نقول إن الطفل عنده فرط الحركة لما يكون النشاط اللي بيقوم به نشاط لا غرضي ما لهش هدف عمال يتنطط وتحرك ومن غير هدف من غير غرض لسه قدام وقت يا دكتور أنت حد كنتي بدكتورة أمل جد أمامك عشر دقائق إذا رغبت هتكلم عن الخصائص المميزة لزود اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه دول لهم خصائص معرفية أكاديمية ولهم خصائص سلوكية ولهم خصائص اجتماعية ولهم خصائص إنفعالية أنا هذكر تلاتة من كل خاصة تلاتة أساسية من كل نمط من أنماط هذه الخصائص من ناحية الخصائص المعرفية فعندهم محدود سعة الانتباه عندهم ديئة ولازم نعرف كده كتربويين لا تعطي الطفل مثلا واجب أو موضوع يستغرق منه أكتر من ربع ساعة سعة الانتباه عنده بطبيعتها مالها محدودة ديئة ما لم تحفزه يعني تحفزه تديره حاجة هو يهتم بيها حاجة هو عايزها حاجة هو عايز يشتغل فيها في هذه الحالة فترة أو أمد الانتباه أو ديمومة الانتباه تزيد تزيد مع الدافعية مع تفعيل الدافعية فإذا زوي الطراب لفرط الحركة وتشتت الانتباه عندهم سعة انتباهية محدودة سعة يعني لا يتحمل مثلا عدة مصيرات في وقت واحد لذلك نقول ما تدلوش عدة تعليمات في وقت واحد ما تخليوش يعمل عدة أشياء في وقت واحد مثلا ما تخليوش يسلك كذا ويسلك كذا ويسلك كذا في هذه الحالة نظرا لأن الذاكرة قصيرة المدى عنده عنده محدودة فهو يعمل اثنين ويسيب الثالث واحد ويسيب الثانيين وهكذا برضو لما تبعثوا أنه يشتري حاجة أو تدلوه تعليمات ما تكبرت كترلوشي الأوامر أكتر من أنه يجيب حاجتين أو تلاتة بكتير حسب حالته حسب سنه وعمره ومستوى زكاء هناك اعتقاد خاطئ أن الADHD من زو الزكاء المنخفة لا الدراسات والبحوث اللي قرنت اللي قرنت بين الADHD وبين زو الصعوبات التعليم لأت أنه هم متميزين في كثير من الأمور بل منهم ما بينبغهم وطبعا زي ما أنتم شفتم كده أن فيه ناس متفوقين جدا كان عندهم ADHD فمن الخطأ أن نصف الطفل بأنه غبي أو نصف الطفل بأنه متأخر أو نصف الطفل بأنه بأي صفة نيجاتيب فالخصائص المعرفية أولا سعة محدودة في الانتباع خلاص اتنين محدودية الزاكرة القصيرة المدى والزاكرة العاملة يعني إيه الزاكرة قصيرة المدى الزاكرة قصيرة المدى لا تستقر المعلومات فيها أكتر من ثلاث ثواني على طول لأنه فيه يعني الزاكرة قصيرة المدى تستقبل المعلومات وتعمل ريبليسنج بسرعة يعني أنت تسمعني الوقت الزاكرة قصرة المدى تعمل إليه تسمعني وبعدين تهضم وتنقل للزاكرة العاملة والزاكرة العاملة تنقل للزاكرة طويلة المدى فهو ما بيقدرش ينقل بنفس الكفاءة الانفورميشن بروسيسنج سيستم عنده اللي هو نظام تجهيزه ومعالجة المعلومات عنده فيه قصور مقارنة بمين؟ بالشخص العاد فما يقدرش ينقل المعلومات بسرعة بنفس السرعة الريت ريت بتاعه معدل نقل المعلومات من الزاكرة قصرة المدى للزاكرة العاملة أبطأ لا وهو عشان يتابعك هيروح فقد حاجة يعني اديت له مثلا أربع خمس معلومات وهو عشان يتابعك هيفقد اتنين أو تلاتة وجاهز اتنين والاتنين دول يروحوا فين للزاكرة العاملة ونظرا برضو لمحدودية الزاكرة العاملة عند زاوي اضطراب الانتباه مع فرط الحركة وتشتت مع فرط الحركة ايه اللي بيحصل برضو الزاكرة العاملة بتنقل من الزاكرة العاملة للزاكرة طويلة المدى جزء من المعلومات فنجي تدور في الآخر ايه البرمنانت انفورماشن اللي استقرت في الزاكرة طويلة المدى فهو معذور ولابد ان احنا نتفهم كده ومن حسبوشي على شيء هو مالوش دور فيه يبقى الحاجة التانية والخاصية التانية محدودية الزاكرة صفت وير عنده يعني ايه ما بيشتغلش بنفس الكيفية اللي بيشتغل بها الشخص العادي او الطفل العادي الحاجة التانية التالتة في القصائص المعرفية قصور في الاسترجاع قصور في الاسترجاع قصور في الاسترجاع يعني ايه مدام مفيش ان معايا مدام مفيش ان ما حصلش ان ان يعني ايه يعني محصلش يعني الزاكرة طويلة المدى مخزنتش حاجة معايا ولا ايه يبقى ما فيش قوت امتى يبقى فيه لما الزاكرة طويلة المدى عندها معلومات نقدر نجيب من العاملة تجيب منها وتود لقصرة المدى وقصرة المدى هي التي تسترجع فهو عنده صعوبة في الاسترجاع فبرضو انت ما تحسبوش على صعوبة الاسترجاع وانت تدي له معلومات يهضمها وبعدين تدي له غيرها يعني ما ينفعش زي ما احنا كده مثلا بنرفتر الصبح وبعدين نتغدى وبعدين نتعش على ثلاث وجبات لازم الوجبة تكون مقننة برضو على قد محدودية الزاكرة عنده من المعلومات ده ثلاث خصائص معرفية ايه اساسية الخصائص السلوكية برضو الاساسية بالنسبة لهم عدم طبعا تعرفين الانتباه انواع انتباه اراضي وانتباه لا اراضي انتباه اراضي يعني انتباه انت لك دور في تقدر تنتبه وانتباه لا اراضي كل ما ننجح في تحويل الانتباه الاراضي للطفل الى انتباه لا اراضي ان احنا نشده وعصبا عنه يعني نجزبه كده نخليه يتابعنا كل ما يبقى احنا نجحنا في التدخلات بتاعتنا انما كل ما نقوله اقعد بالصلي واسمعني وما تتلفتش يمين وما تتلفتش شمال وانا بقول ايه ده انتباه انت بترغمه على الانتباه الاراضي والانتباه الاراضي عنده محدود يعني ان هو يقدر يضبط انتباهه ما يقدرش يضبط انتباهه الا فيما يهتم به هو يعني لازم تكون المثيرات جاذبة وموتيفيتد له ترفع مستوى الدافعية عشان نجازب لها فيقوم يتحول انتباهه من انتباه الاراضي الى انتباه لا اراضي اذا صعوبة التحكم في الانتباه الحاجة التانية صعوبة التحكم في السلوك صعوبة التحكم في السلوك ازاي انت عايز يقعد في الفصل منضبط ما يسيبش مكانه يسمع الكلام ما يتكلمش مع جنبه الى غير ذلك هو عنده صعوبة في التحكم في السلوك لابد نتفهم الكلام ده الا اذا انت برضه رفعت من المستوى الدافعية وفرغت الطاقة اللي عنده الحركة يعني عنده طاقة عايز يفرغها فان انت تقوله اطلع على الصبورة اكتب كذا وكذا روحت الكراسات من مش عارف غرفة المدرسين يعني المهم تفرغ الطاقة اللي عنده بحيث انه هو هو كل شوية الطاقة عنده بتتضاعف كل ما يقعد وما يتحركش الطاقة عنده تزيد تتخزن كما لو كانت خزن عايز يفرغها لازم برضه احنا نتفهم هذا الحاجة التالتة انه هو برضه صعوبة التحكم في ردود الافعال صعوبة التحكم في ردود الافعال يعني مثلا انت بتقوله حاجة يعني لا تتوقع انه يستجيب لك استجابة سوية زي زي الطفل العادي ومن ثم احنا له بنقول السلوكيات بتاعت الADHDs Unpredictable Unpredictable يعني اقل قابلية للتنبؤ اقل قابلية وانت شفت الصور في بتاع الفيلم ان الطفل ساعة ما دخل السوبر ماركت جري ورح يعني سلوك عنده صعوبة في التحكم فيه الخصائص الاجتماعية صعوبة في التفاعل الاجتماعي لانه من كسرة صعوبة في التفاعل الاجتماعي يعني ما يبقى مع الاخرين مع الاقران مع المدرس مع الاب مع الام الاب والام بقوا عايزين منه استجابات مهزبة استجابات زي ما هم عايزين لا هو رضا الأفعال عنده او الاستجابات بتاعته ودي كلها متلازمة سندروم يعني الخصاص المعرفية الخصاص السلوكية والخصاص الاجتماعية الخصاص الانفعالية كلها متلازمة يعني مرتبطة ببعضية فبنقول أنه هي صعوبة التفاعل الاجتماعي يعني يجد صعوبة في أنه يتفاعل اجتماعيا أو أنه تصدر عنه ما يسمى الاستجابات الاجتماعية المرغوبة اللي هي الديزيرابول أنه هو يصدر استجابات اجتماعية مرغوبة أنه يبقى لطيف أنه يتكلمك بشكل مهزب أنه يسلك سلوك معين إلى غير ذلك كمان برضو من الخصائص الاجتماعية تقلب المزاج up and down يعني إيه تلاقي مزاجه كويس أحيانا ويتلاقي مزاجه وحش أحيانا بدون برضو أسباب منطقية من وجهة نظرك أنت من وجهة نظرك أنت فعنده حدة في الناحية المزاجية يعني مزاجه يبقى حد أحيانا ومزاجه يبقى أحيانا يبقى حزين وأحيانا يبقى مبتهج فعنده حدة أو تقلبات مزاجية حادة فيما يتعلق بالخصائص الانفعالية زي ما قلت أنا هو خصائص تقلبات مزاجية حادة وأنه ردود الأفعال بتاعته غير متوقعة وأنه بالنسبة للتفاعل الاجتماعي اللي هو القصص الاجتماعية صعوبة التفاعل الاجتماعي إلى غير ذلك من الخصائص دكتور أنا تجاوزت أو خلاص شكرا جزيلا فقدر الخمس تقلبات مزاجية حادة ماشي سنتحدث أيضا في الجزء اللي بقى الخمس تقلبات مزاجية نتحدث في إيه في هل الخصائص دي اللي هي الخصائص السلوكية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية ما موقفها من تزايد العمر الزمني بالنسبة للطفل الطفل كل ما يكبر كل ما يكبر لما نقارن الخصائص يعني مثلا الاندفاعية الاندفاعية وفرط الحركة بيبقوا نحن عندنا طبعا لو نحن قسمنا مراحل الطفولة نلاقي مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة الطفولة الوسطى ثم مرحلة الطفولة المتأخرة مرحلة الطفولة المبكرة أما هي ما قبل 5 يعني قبل 5 منحلة الطفولة الوسطى من 5 لـ 8 أو لـ 9 البعض يقول 8 أو البعض يقول 9 ومرحلة الطفولة المتأخرة التي هي من 9 وانت طالع لغاية ما تبتدي مرحلة المراق فرط الحركة والاندفاعية تغلب أو تكتر أو تبان في المرحلة الطفولة الوسطى التي هي من 5 إلى 8 أو لـ 9 تلاقي حركته زيدة وتلاقي أنه هو مندفع ده لو عنده اضطراب فرط الحركة مع تشتت الانتباه يعني عنده المتلازمة كلها نلاقي أنه هو الاندفاعية واضحة وفرط الحركة واضح وتشتت الانتباه برضو في هذه المرحلة بيبقى واضح مع النمو تقل حدة فرط الحركة وتقل حدة الاندفاعية لكن تبقى صعوبات الانتباه أو يبقى اضطراب الانتباه يعني لو إحنا مثلا كنا أيسين قبل مرحلة الطفولة مثلا الوسطى وكانت الخصائص نقول مثلا 5 أو 7 أو 5 نلاقي أن فرط الحركة والاندفاعية في مرحلة الطفولة اللي بعد كده اللي هو الطفولة المتأخرة تقل فرط الحركة يقل والاندفاعية تقل لكن تشتت الانتباه يظل وإن كان بيقل لكن بيقل بدرجة أقل من مين من فرط الحركة والاندفاعية والاندفاعية طبعا عشان نعرف الاندفاعية وعشان نعرف طبعا فرط الحركة الاندفاعية أن الطفل يسلك قبل أن يفكر يسلك قبل أن يفكر كمان لا يقدر العواقب أو الآثار المترتبة على السلوك اللي بيسلكه يعني من الممكن أنه ينط من على بينش ده مثلا هنا بصرف النظر عن أنه يعني هيجر له إيه هيحصل إيه إلى غير ذلك وعشان كده الأطفال دول في هذه السن بيبقوا مجرحين بيبقوا مجرحين يعني لو أنت سيب لهم يعني أنهم يلعبوا نططوا وتحركوا وكله وبعدين يفكر في السلوكيات الغريبة الغريبة اللي غيره ما بيعملهاش هو يعملها فدايما بيبقى مجرح دايما متعور عايز مراقبة بالاستمرار في هذه المرحلة اللي هي مرحلة من الطفولة الوسطى اللي هي من خمسة لغاية تمانية أو من ستة لغاية تمانية أو تسعة فده معدل يعني تلاقي الطفل مثلا على سبيل المثال أما يجي يعبر الشارع ما يبص الشارع فيه سيارات ولا فيه سيارات جاية من هنا ولا فيه سيارات جاية من هنا ولا لا يعبر الشارع وخلاص في الحطة دي ليه؟Why? لأنه ما بيقدرش لإنه عشان يعبر الشارع وبص يمين وبص شمال واشوف الإشارة مفتوحة ده عملية مركبة عملية مركبة مركبة زاي يعني محتاجة تآذر عدة يعني عدة أنشطة عقلية معرفية في وقت واحد هو بيهمل بعض الحاجات ديت ويعبر الشارع فده معنى الاندفاعين الطفل يندفع قبل أن يفكر فيما يتعلق بفرط الحركة ان الطفل اتكلمت في الحتة ديت وقلت ان اذا كان نشاط الطفل نشاط هادف فيبقى ده ما عندهش فرط الحركة ما عندهش فرط حركة انما اذا كان نشاطه غير هادف يتحرك وخلاص يبقى في هذه الحالة نشوف الخصائص الاخرى عشان نحكم عليه انه انه عنده فرط حركة او لا انتهى الوقت اوكي نكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا